اشتركوا في القناة القناة الاولى سواء في الفيسبوك او اليوتيوب الحقيقة حلقت النهاردة هنتكلم فيها عن اكتر من موضوع موضوعنا الاول عن حالة او موضوع انا بصنفه مش انا بس الوحدي الحقيقة العالم الطبي كله يصنفه على انه حالة خطيرة رغم ان مش كل حضراتكم بتتعاملوا مع الحكاية دي على انها حالة خطيرة مش هنتكلم كتير هنخش في الموضوع على طول موضوعنا الاول سيكون عن ضربة الشمس ضربة الشمس وعلاقة ده بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة هذا الصيف اللي بيكتاح العالم كله صورنا تقرير في الشمس في الحر يعني مع الناس عشان نسألهم عن ضربة الشمس هنشوف التقرير ونرجع نعلق عليه مع حضراتكم يحكى انه مازال متواصل موسيقى 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 فبتدأت يعني جسمه يعني بيتحرق جدا تمام ومش بادي يجيله يعني لقد الله ضربة الشمس والكلام ده بيمشي في الشمس مفيش واقي ولا لابس حاجة على راسه بيجيله ضوخة وبصداع وممكن يغم عليه يعني الشمس بتبقى حامي اوي فبقى كتر المشي بقى فبقى ايه بيأثر سلبا بقى على ايه على درجة حياتي الجسم يعني هاخد احتياطاتي هحاولها مش يفضل مش هحاولها في الشمس كتير ممكن تكون شكلاي بان عن الوش الوش بيحمر مثلا دربة الشمس احس ان ضغطي عيلي مثلا او حاجة هو يعالجها في البيت الاول ولو زادت المفروض يروحها من مستشفى طبعا اهم شيء الموية تكون معك على طول وتيشرب دايما تعوض اهم شيء المبدئيات ان احنا نخلي بانا ما نتعبالش للشمس بفترات طويلة رب سويل كتير هو بتاعه موية اسحاء عوض يحمي نفسه يلبس كاب ما يخرجش في الوقت دو لا يروح للمستشفى احسن يعني يبقى يخطوه في مكان بارد ويعملو له بقى الوقت كان مدات يعني ساعة وكده بس تحت اي حياتي هتضل كتير جدا يعني نمشي تحت اي كتير ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد ما شفنا التقرير واول حاجة لازم اقولها ان انا بشكر كل طاقم العمل اللي صوروا التقرير مش بس التقرير ده الحقيقة اللي بيقدمه كل الخدمات الاخبارية المصورة لحضراتكم في هذه الاجواء الصعبة وهذه الاجواء الحرة اللي ان الحر جديد جدا الحقيقة وبرده بالمناسبة دي احب اوجه يعني تحية وتقدير ودعاء خالص من القلب ان ربنا سبحانه وتعالى يوفق ويهون على كل اصحاب المهن اللي بيعملوا في هذه الاجواء الحرة يعني اخص منهم على سبيل المثال طبعا وليس الحصر عمال النظافة وعمال المخابز وعمال البناء بكل فروع عمليات البناء سواء انشاء الطرق او الكباري او المباني السائقين الباعة الجائلين في الاسواق المفتوحة او الباعة في الاسواق المفتوحة رجال الاسعاف رجال المرور رجال حراسة المنشآت ووصولا الى زوجتنا ويعني حبيبتنا اللي بيقفوا الحياة في المطابخ عشان يعملوا لنا الاكل ويعني في ظل برضو هذه الاجواء الحرة كل التحية والتقدير والدعاء الخالص ليه بداية كلامنا بقى في موضوع ضربة الشمس سيكون بالتعريف ايه هي ضربة الشمس ضربة الشمس تعريفها الطبي هي ارتفاع سريع في درجة حرارة الجسم وهي حالة مرضية خطيرة حطوا تحت خطيرة دي بقى عشرين خط وضربة الشمس بتحصل بسبب ممارسة نشاط او عمل شاق في الحر تمام او بسبب البقاء في مكان حار لفترة طويلة يعني حتى من غير ممارسة نشاط والحقيقة فيه عوامل خطر ممكن تخلي الانسان يصاب بضربة شمس اكتر من غيره يعني فيه عوامل كده بتخلي فيه ناس ممكن يصابوا بالحكاية دي اكتر من غيره زي ايه العوامل دي؟ اول عامل هو السن وفي السن طالما تكلمنا عن السن يبقى هنتكلم عن الاطفال الاطفال في السنوات الخمسة الاولى من عمرهم بيكونوا معرضين بكثرة جدا للاصابة لقدر الله بضربات الشمس وده سببه انه بيكون فيه ضعف في قدرة الجهاز العصبي عندهم على التكيف مع تغير درجات الحرارة انا هنا بتكلم عن حرارة الجسم حرارة الجسم في حالة ضربة الشمس بتتأثر بشدة بارتفاع درجات الحرارة في المكان اللي موجود فيه الاطفال انا قلت لحضراتكم قبل كده ان احنا موجود عندنا في اجسامنا ثيرمستات مراكز لضبط درجة حرارة جسمنا انها تكون ثابتة تمام؟ علشان لما يبقى الجو حر او الجو برد يفضل درجة حرارة الجسم منها الداخل ثابتة الاطفال بيكون عندهم النظام النظام الضبط ده مش متطور للدرجة الكبيرة يعني بيتطور مع مرور الوقت فعشان كده لا قدر الله لا قدر الله بيكونوا عرضة لهذه الحالة والحقيقة انا في النقطة دي عايز اقول كلمة عن الاطفال اللي بيقضوا ساعات طويلة جدا على الشواطئ مثلا في الاجازات او حتى في النوادي او الشوارع او الحدائق يعني تحت مسمى ان احنا في اجازة واهلهم يعني بيسمحوا بده وده غلط لانه مش معنى ان احنا في اجازة يا جماعة اللي هي اجازة الصيف يعني اللي هي ما فياش مدرسة ان احنا نتمادة كده في الجلوس في الاماكن الحرة وانا بقولك اوه سواء مش بس شواطئ نوادي حدائق كل حاجة بالمعقول بتبقى كويسة برضو فيه نقطة تانية في غاية الخطور يعني انا النقطة اللي انا لسه بتكلم فيها دي الحقيقة انا بشوف اطفال يعني اللي هم من اول ما بيصحوا كده تلاقيهم بالساعات ست ساعات سبعة ساعات تمان ساعات برا وده غلط فيه نقطة تانية مهمة جدا جدا وهي عادة الحقيقة خاطئة او تصرف خاطئ وخطير جدا وهي عادة ترك الاطفال في السيارات المقفولة وانا هنا اصدي ان السيارات المقفولة مش مقفولة بالكامل يعني مقفولة مثلا وسايبين مقدار طفيف من الشبابيك مفتوحة تمام بس مثلا يكون ده في جاراج او كده واحنا مثلا نازلين نشتري حاجة من مكان او من سوبر ماركت او كده برجع واقول ان هذا التصرف تصرف خاطئ جدا وخطر جدا حتى لو العربية زي ما قلت واقفة في جاراج يعني واقفة مثلا في الضلة حتى لو الجاراج ده كان متغطي يعني خلاص برضو ده تصرف خاطئ تماما وده لان الحرارة هنا بقى حرارة السيارة من الداخل ممكن ترتفع خلال دقائق معدودة ومش هتصدقوا قد ايه ممكن الزيادة في درجة الحرارة تكون في حدود 11 درجة في خلال 10 دقايق تخيلوا بقى فبالتالي ده بيكون فيه يعني خطورة شديدة جدا جدا ان احنا نسيب الاطفال او حتى يعني ربنا يعني يعز قدركم يعني او حتى لو مش اطفال حتى لو سايبين مثلا حيوانات اليفة في العربية او كده غلط تماما خلاص المفروض ان احنا نكون مصاحبين لاطفالنا ينزلوا معانا او حتى يخرجوا يعني شوفوا لو انتظروا خارج السيارة ارحم من الانتظار داخل السيارة لان هذا المكان المغلق بابعاده الديقة بيساعد او بيساهم في الاحساس بالحرارة المرتفعة بشكل كبير جدا جدا طيب ارجع افكر حضراتكم ان ضربة الشمس ممكن تحصل لقدر الله لاي حد في حال ممارسة نشاط او عمل شاق في الحر زي ما قلنا او بسبب البقاء في مكان حار لفترة طويلة وقلنا ان فيه ناس بتكون معرضة اكتر للاصابة بضربات الشمس وقلنا ان الناس دول اولهم الاطفال في السنوات الاولى من عمرهم هنكمل ونقول مين بقى تاني من الناس معرضين للاصابة اكتر من غيرهم الرجال او السيدات فوق عمر 65 سنة وده لان بيكون عندهم قابلية اكتر طبعا بالاصابة نتيجة بقى ضعف جهاز التكيف اللي بيضبط درجة حرارة الجسم من الداخل فبالتالي بيتأثروا اكتر بضربات الشمس برضو الناس اللي مش متعودين على التقس الحار وبيتعرضوا بشكل مفاجئ للتقس الحار اظنني يعني بتشوفوا طبعا في نشرات الاخبار ان ده اللي بيحصل لبعض الناس في بعض الدول الاوروبية مثلا او الولايات المتحدة في حالات ارتفاع درجات الحرارة للمعدلات اللي بيمر بيها العالم هذا العام هتلاقوا ان فيه يقولك ايه ان الحر انه حدثت وفيات فاحنا حتى فيه ناس كانوا يقولوا ايه ايه ده الناس دي بتموت من الحر اهى بيموتوا من الحر يعني ربنا يرحمهم لانهما مش معتدين على هذا التقس او هذا المناخ كمان في بعض الامراض اللي بتخلي المصابين بيها عرضة للاصابة بدربات الشمس اكتر من غيرهم زي ايه زي ايه الامراض دي امراض القلب وامراض الجاز التنفسي وتحديدا امراض الرئة ومرضى السمنة المفرطة والمرضى اللي عندهم تاريخ سابق للاصابة بدربات الشمس واخيرا في بعض الادوية اللي بتزود معدلات الاصابة بدربات الشمس علشان كده المرضى اللي بياخدوا هذه الادوية لازم يخلوا بالهم ودي زي الادوية القابضة للأوعية الدموية او الادوية اللي بتنظم ضغط الدم عن طريق منع الادرينالين الاسمال بيتا بلوكرز او الادوية المدرة للبول وادوية مضادات الاكتئاب طيب يبقى قلنا ايه هي ضربة الشمس وايه هي الاسباب او عوامل الخطر التي تؤدي للاصابة بدربات الشمس نكمل هل ضربة الشمس حالة خطيرة الاجابة انا قلتها في بداية كلامي وقلت ان الاجابة هي ضربة الشمس ان ضربة الشمس حالة خطيرة جدا في حال عدم اسعاف المريض خطيرة للدرجة اللي ممكن تسبب لا قدر الله تلف في المخ او باقي الاعضاء الحيوية في الجسم او انها توصل للحد اللي تكون فيه مهددة لحياة الشخص المصاب طيب يبقى اكيد دلوقتي لازم نعرف ايه اعراض ضربة الشمس ونعمل ايه لو حد حوالينا اصيب بيها نبدأ بالاعراض واللي بتكون في هيئة ارتفاع في درجة حرارة الجسم لاربعين درجة فاكثر بيكون كمان فيه تغيرات في حالة الوعي او السلوك بتاخد صورة ايه بقى التشوش او الهياج العصبي او تداخل الكلام الجلد كمان بيكون سخن وبيظهر عليه اما الجفاف او العرق الشديد ده غير ان لون الجلد بيكون احمر في الحالة دي ممكن كمان يظهر الغثيان والقيق الترجيع يعني كمان بيكون فيه سرعة في ضربات القلب سرعة في معدل التنفس صداع شديد نوبات تشنجية واغماء وقد يصل الامر الى حد الغيبوبة الكاملة لا قدر الله طيب نتعامل ازاي بقى مع الحالة الخطيرة دي اولا لازم نكون مقتنعين انها حالة مرضية طارئة وخطيرة شفتوا بقى يعني مجرد اقتناعنا هيخلينا لما تحصل حالة زي كده حوالينا خلاص او نشتبه حتى فيها ان احنا نتجه فورا الى قسم الطوارئ في اقرب مستشفى الحالة دي بتعالك في قسم الطوارئ في المستشفيات طيب لغاية ما ننقل المريض الى اقرب مستشفى ممكن نعمل ايه ده احنا لازم نعمل حاجات معينة اولا لازم ابعاد المصاب عن المكان الحار فورا ونحاول نبرد جسمه باي وسيلة متاحة زي ايه زي ان احنا نضعه في بنيو مية بردة او نضعه تحت الدش دش مية بردة او حتى نرش جسمه بخرطوم مية ممكن كمان نمسح جسم المصاب بسفنجة مبلولة بالمية البردة ممكن نرش رزاز مية بردة على المصاب اللي هي البخاخة دي ويكون في مروحة مثلا متوجهة عليه فالرزاز دي يغطي جسمه بشكل كبير ممكن كمان وضع اكياس من التلج او فوط بردة على رقبة المصاب وتحت الابطين خلاص وبين الفخدين الحكاية دي على فكرة بتخفض الحرارة جدا ممكن كمان تغطيط المصاب بملايات مغمورة في مية بردة يعني نجيب ملاية ملاية ها يعني حاجة خفيفة ونحطها في مية كده خلاص ويدوبك عصرة خفيفة كده بس ونحطها زي ما هي كده على جسم المصاب طبعا وبعد ما نخليه يخلع او نخلع له ملابسه واذا كان المصاب واعي بشكل كامل واعي تماما ممكن يشرب مية ساعة المية الساعة بتخفض حرارة الجسم يعني بتكون وسائل من وسائل المساعدة الفعالة جدا لكن ممنوع انه يشرب اي حاجة تانية فيها كفايين تحديدا يعني ممنوع يشرب مياه غازية مثلا او يشرب قهوة مسلجة اي حاجة فيها كفايين خطر يبقى اجمالا لازم نتعامل مع ايام الاجازات دي يا جماعة بوعي اكبر تمام؟ ان احنا في اجازة احنا بنتبسط مش في اجازة عشان نتضر مش لازم نروح نحية الاكستريم او الحد الاقصى مش لازم نكون متطرفين قوي في ان احنا عايزين نجيب اخر الانبساط واخر الاستمتاع بالمية وبالحر وبالاجاز لا لازم كمان نقلل نشاطنا في الايام الحرة والمقصود هنا النشاط بشكل عام مش النشاط البدني بس او الرياضي فقط ده كان موضوعنا الاول النهاردة وهو كان عن ضربات الشمس ويا رب الناس تكون استوعبت اهمية هذا الموضوع وكيفية التعامل معاه وزي ما قلنا ان دي حالة مرضية طارئة يجب ان يتم التعامل معاها في قسم الطوارئ بالمستشفيات وتعلمنا كمان النهاردة ايه هي اعراضها وكمان نقدر نعمل ايه لغاية ما نتوجه الى المستشفى خلصنا كده الجزء الاول من حلقة النهاردة هنطلع لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا يحكى انه مازال متواصل اهلا وسهلا بحضراتكم في القسم الثاني من حلقة النهاردة في يحكى انه واللي بدأناه في الجزء الاول بالحديث عن ضربة الشمس اللي عايز يعرف وما كانش متابع معنا الحلقة المعلومات المهمة اللي قلناها عن ضربة الشمس ممكن انه هو يرجع الى وسائل التواصل ويشاهد هذا الجزء مرة تاني موضوعنا التاني في حلقة النهاردة عن الاخطاء الشائعة للتعامل مع حالات الاسهال الله حالات الاسهال طبعا كلنا عارفين حالات الاسهال لكن النهاردة بقى مش هنكلم عن الاسهال هنكلم عن الاخطاء الشائعة غلطات ممكن نعملها في التعامل مع حالات الاسهال تمام يلا بينا نعرف ايه هي الاخطاء دي عشان نتجنبها ان شاء الله في حالة طفل الاقل من 6 شهور بيكون فيه التزام بالرضاع يعني الطفل اللي عنده إسهل وسنه أقلم ست شهور الرضاع ما بتقفش ودي من ضمن الأخطاء على فكرة يعني فيه ناس تقولك ايه أنا ابني بيسهل أو ابني عنده إسهل ما ردعوش بقى لا فيه التزام بالرضاع خلاص على فكرة سواء الرضاع الطبيعية أو الرضاع الصناعية خلوا بالكوا قوي من النقطة دي فيه ناس تقول لا لو الرضاع الصناعي بقى نوقف لا مين اللي قال لكم الرضاع الصناعي أو الرضاع الطبيعي لا تقف مستمرة حضرتك فيها كمان بنزود على الموضوع بقى بتاع الرضاق ان احنا بندي للطفل المية بشكل منتظم بعد كل رضعة بنديله اثنين سنتي مية او اثنين ميلي يعني من المياه خلاص بقطارة او بالسيرنجة البلاستيك طبعا بعد منشيل السن خلاص وبنديله كمان محلول معالجة الجفاف وعلى فكرة يا جماعة محلول معالجة الجفاف ده حاجة مهمة جدا وبيختلف اسماءه يعني انتو بس اما تروحوا السيدلية قولوا للسادة السيدلة اللي هتقابلوهم يعني في المكان احنا عايزين محلول معالجة الجفاف فيه انواع كتيرة عشان بس تبقوا فاهمين يعني انه هو مش مش شكل واحد بس كلها مهمة جدا طيب في حال طلب الطبيب المعالج اننا نقدم للطفل محلول معالجة الجفاف لازم ندهوله اوعوا تستهونوا بالحكاية دي طيب كده احنا قلنا الطفل اللي قاله من 6 شهور طيب لو الطفل بقى اكبر من 6 شهور لازم نتجنب معه اخطاء محددة ايه هي اول خطأ ها ان احنا نهمل او نتجاهل حالة الاسهال ده خطأ كبير جدا جدا خلوا بالكم الحكاية دي فيه ناس تقول ما العيال كلها بيجي لأسهال لا خلوا بالكم فيه فرق ما بين ان احنا نهون من الامر او انه نقلل منه او ان احنا نبقى مش قلقانين بس اللي هو ايه احنا واخدين بالنا يعني خلاص دي نقطة مهمة اوي لانه في حال استمرار الاسهال خلاص لأكتر من يعني يوم ونص او يومين لا لازم مراجعة طبية فورا فورا بالمناسبة دي عايز اقول لكم معلومة كده سريعة ان فيه مصطلح ظهر اخيرا او في الفترة الاخيرة ان اتلاقوا الاطفال اللي هم داخلين على سن السنتين ما بين سن سنتين وثلاثة يعني او قبل السنتين شوية لغاية سن ثلاث سنين تلاحظوا ان الاطفال دول ممكن فجأة يجي لهم اسهال او مش اسهال بقى اللي هو القوي بس ليونة شديدة كده في البراز واحنا اتفقنا ان دا تعريف الWHO تعريف منظم صحة العالمية انه الاسهال هو تغير قوام البراز من الحالة المتمسكة الى الحالة اللينة او السائلة يعني او شبه السائل خلاص انا بس عايز اطمن كل الامهات للحكاية دي انه فيه المصطلح اللي بقول عليه هو مش مصطلح طبي قوي بس هو مصطلح يعني الاطباء ابتدوا يستخدموه فبقى مصطلح طبي بيسموه تودلرس دايران يعني ايه يعني اسهال العيال اللي في المرحلة دي اللي هم ما بين زي ما قلت السنتين او قبل السنتين بشوية لغاية تلات سنين طب بيتماز ايه بقى النوع ده من الاسهال تحديدا بيتماز ان ما بقاش مع اي اعراض تانية يعني الطفل نشاطه عادي وما فيش الحمد لله حرارة وكويس خالص هو كل الموضوع انه البراز بتاعه لين فالنظرية بتاعته بقى او سببه انه انه طفل تنوع الطعام اللي بقى يكله فيه بيجي عليه وقت كده معين يقوم يحصل الحالة دي والحالة دي بتختفي من تلقاء نفسها كده بتاخد لها حوالي من اسبوعي لعشر تيام بس اللي يقول لكم الكلام ده برضو الطبيب يعني مش نسيب بقى الموضوع كده ونقول لا احنا سمعنا في البرنامج ان فيه حاجة سمعها كده لا لما يحصل الاسهال زاد عن يوم ونص أو يومين لازم نتوجه للطبيب تمام يبقى اول خطأ ان احنا نتجاهل او نهمل علاج حالات الاسهال تاني خطأ شائع ان احنا نقدم السكريات في طعام الطفل سواء كان اغزية او مشروبات في الاسهال يا جماعة بتتأذى بطانة الامعاء من الداخل وبتبدأ بطانة الامعاء المصابة في ترشيح السوائل بترشح يعني السوائل اللي هي الداخلية اللي بتحتوي على المعادن والاملاح الضرورية للجسم يعني ده اللي بيحصل في الاسهال بشكل عام تمام كده انه الاملاح والمعادن بتطلع لبرا نتيجة انه بطانة الامعاء بتكون متأثرة بشكل مرضي يعني فتقوم ترشح الحاجات المهمة دي تطلع برا فالجسم يفقدها طيب الخسائر دي بقى بتتفاقم او بتزيد قوي لما نقدم للطفل اكل او شرب فيه سكر ليه؟ لان السكر بيجذب المزيد من المياه الى الامعاء وبالتالي يفاقم الاسهال يعني تقديم مشروب سكري يعني عصير مثلا فيه سكر او اكل فيه سكر حلويات للطفل لو عنده اسهال يزود الاسهال ويزود فقدان جسم الطفل للعناصر الضرورية من الاملاح والمعادن اللي هو اصلا بيفقدها في الاسهال لهم احنا نزودها يعني تمام؟ بيستسنى من ده سكر وحيد وهو معروف باسم سكر الفاكهة او بمعنى دق السكر الطبيعي اللي موجود جواه الفاكهة مش السكر الاضافي يعني ولانه يعني ليه السبب ده؟ لانه سكر الفاكهة ده بيكون قابل للزوابان في الماء بس برضو مش بكميات كبيرة يعني انتو فاهمين قصدي يعني لما الطفل عنده اسهال ما ندلوش برضو فواكه بكميات كبيرة لكن مفيش مانع ان احنا نديله فواكه هتقوله الله طب الفواكه هم سكره ايوة بس السكر اللي فيها سريع الزوابان في الماء وطبعا مش اي فواكه يعني مثلا بلاش منجة مثلا لان المنجة دي بتزود الاسهال انتو فاهمين قصدي يعني فيه كده اكلات تزود الاسهال زي البطيخ زي كانتالوب الحاجات دي ملينات طبيعية لان هي بتحتوي على كم كبير جدا من الالياف فاحنا دول لازم نتجنبهم انما ندي للطفل تفاح ندي للطفل موز الموز كويس جدا فعالات الاسهال كويس جدا ندي للطفل تفاح ندي للطفل موز ندي للطفل كومترة ندي للطفل عنب متقطع حتة صغيرة كل ده تمام كل ده مسموه طبعا ده على سبيل المثال وطبعا فيه خطأ تاريخي انه الاسهال فيه ناس تفكر انه بيتعالج بالمشروبات الغازية وتحديل المشروبات الغازية البيضاء يعني وده طبعا قلنا غلط غلط لانها بتحتوي على سكر او بدائل السكر وده برضو غلط وطبعا مش هندي للطفل يعني الحاجات اللي هي فيها بدائل السكر وده غلط يعني لازم نتوقف عن اعطاء الطفل مياه غازية في حالات الاسهال ويا ريت الكبار كمان لان هي ملهاش فايدة يعني ملهاش قيمة تمام هي قيمتها الوحيدة عشان يكون منصف يعني ان هي المياه الغازية فيها املاحه معادي فقد قد تعود قد تعود وكل بقى الاسادزة بتوع اللغة العربية عارفين ان قد لما ييجي بعدها فعل مضارع تحمل معنى الشك قد يحضر الدكتور في موعده قد نشاهد اليوم شعيئا جميل خلاص ماشي فهي يعني قد تكون مفيدة من الزاوية دي لكن ويتش حاجة فيها عامل خطر او ريسك فاكتور على امل ان احنا نستفيد بجانب من الجوانب بتاعته لا نبعد عنه تالت خطأ شائع هو ايقاف الاطعمة يعني ايقاف الاكل خالص وده غلط يعني فيه ناس تقولك ايه انا الطفل عنده اسهال ما اكلوش بقى خالص ده غلط لان جسم الطفل في حالات الاسهال بيكون محتاج للغذاء عشان العمليات الحيوية داخل الجسم لكن فيه شروط بقى للاغذية او بمعنى اضق الاغذية المسموحة بتكون ايه بتكون هي الحبوب خلاص البطاطس البطاطس كويسة جدا في الاسهال للاطفال والكبار بطاطس المسلوقة انا مش بكلم عن بطاطس محمرة لما تلقوني يا جماعة جبت سيرة البطاطس اعتبروا ان انا ما قولتش بطاطس محمرة خالص انا عارف الناس كل nouvelle بتحب البطاطس المحمرة انا عارف بس هي انا كلامي العلمي بقصد البطاطس المسلوقة اللي هي المسلوقة والمهروسة تمام؟ برضو السمك المسلوق قطع السمك المسلوق عشان بس تبقوا عارفين فيه ناس تقولك هو سمك بيت سلق آه السمك المسلوق ده اللي بنلاقيه في شربة السيفود على فكرة هو السمك اللي جواها ده قطع السمك دي بتكون مسلوقة أو قطع صغيرة جدا من اللحم أو الفراخ أو البطاطا خلاص؟ أو مية الرز أو زي ما قلنا في الفواكه التفاح والكمترة والموز بس بكميات صغيرة والموز زي ما قلنا من أهم مصادر البوتاسيوم احنا حفظنا بقى والبوتاسيوم يعني مهم جدا في حالات الإسهال ان احنا نعوض على طول جسمنا به كل اللي أنا قلته دي أطعامة متاحة في حالات الإسهال وأطعامة غنية كمان بالألياف يعني اللي هي الفواكه لكن ممنوع الأطعامة الغنية قوي بالألياف زي ايه؟ في الخضروات زي الكوسة ممنوعة في الإسهال زي الخص زي الخيار ومن الفواكه البطيخ والكنتالب وزي ما قلنا ممنوع كمان أي أغذية تحتوي على الدهون أو السكر يعني ما نديش للطفل بقى جاتو مثلا ولا حتة تورطة عليها كريمة ولا ما فيش كلام ده بقى ما ينفعش خليوا بالكم أنا بتكلم على الأطفال بشكل عام مش الأطفال الرضع بس يعني الخطأ الشائع اللي بعد كده هو عدم الانتباه لعلامات الجفاف ودي خطأ كبير جدا ولقدر الله الجفاف ده حاجة خطيرة جدا وإن إحنا نصل إليها ده معناه إن فيه إهمال كامل للطفل ده إنه ما حدش بص عليه ما حدش اهتم بعلاجه لأن الطفل لما يجيله جفاف بسبب الإسهال ده معنى كده أنه هو يعني ما تعالكش ولا حد شربه مية ولا حد شربه سوايل كويس خالص فإحنا لازم ننتبه لعلامات الجفاف وأشهارها هو كرمشة الجلد إن إحنا لما ناخد بين إيدينا كده بيسموها بنش يعني إن إحنا ناخد حتة كده من جلد الطفل اللي يمكرمش كده ويرجع بصعوبة قوي لشكله الطبيعي خلوا بالك وأرجوكم الحكاية دي وربنا يسلمنا جميعا من خطر الجفاف لأنه حالة مرضية خطيرة جدا الخطأ الشائع اللي بعد كده هو عدم شرب السوائل بشكل كافي يعني إن في ناس يبعون دوم إسهال أو الأطفال عندهم إسهال ومن شربهمش سوائل بشكل كافي والمقصود هنا تحديدا هو المية مش مقصود أي سوائل تانية يعني السوائل طبعا فيه سوائل كويسة بس المية خلاص مهمة قوي في حالات الإسهال والحقيقة إن فيه فرق ما بين المية الصريحة كده أو محلول معالجة الجفاف اللي بيتم تحضيره بالمية طبعا إذا أشار الطبيب المعالج بعد الكشف على الطفل إنه ياخد محلول معالجة الجفاف كمية المية المطلوبة لجسم الطفل لازم تكون أكتر أنتوا فهمين قصدي يعني قصدي إيه ما نقولش إيه ما هو بياخد بقى مية في محلول معالجة الجفاف لأ محلول معالجة الجفاف حاجة ده دواء بيتحضر بالمية إنما المية الصريحة دي مهم يعني هضرب لكم مثلا لو الطفل مثلا كان وزنه 3 كيلو لو الطفل الوزنه مثلا 3 كيلو أنا بتكلم بها على الأطفال من هم صغرين خالص الحد الأدنى من السوائل اللي محتاجها جسمه في حالة الإسهال بيكون 300 ملي خلاص في اليوم وبترتفع الكمية دي وتوصل مثلا لـ 480 ملي في حال استخدام محلول معالجة الجفاف مثل تاني لو الطفل مثلا وزنه كان 12 كيلو يعني طفل مثلا عنده سنتين خلاص فالحد الأدنى من السوائل اللي بيكون محتاجها جسمه على مدار اليوم بيكون 840 ملي يعني لتر إلا حاجة بسيطة وبتزيد لـ 1320 ملي في حال استخدام محلول معالجة الجفاف أنتوا فهمتوا قصدي لأنه الحكاية ده في ناس يقول لك ما هو لسه بقى واخد محلول معالجة الجفاف لا المية الكتير في الإسهال حلوة نرجع نكمل باقي الأخطاء الشائعة في التعامل مع حالات الإسهال هو الخطأ اللي بعد كده هو عدم الاهتمام بمحلول معالجة الجفاف أو أن الناس ما تاخدوش في الاعتبار أنه هو دواء معالج مع أنه دواء معالج مهم جدا جدا كمان من الأخطاء أن احنا ناخد أدوية منع الإسهال بدون توجيه طبي ودي حاجة غلط جدا ما تاخدوش أدوية من غير ما نرجع للدكتور الخطأ اللي بعد كده عدم الاستجابة للطلبات الطبية زي إيه؟ زي تحليل البراز مثلا أو عدم الالتزام بالكمية المقررة من محلول معالجة الجفاف يعني إحنا نبقى عملنا اللي علينا وروحنا للدكتور بس الدكتور بقى يعني عملناه الخطوة الحلوة إن إحنا روحنا للدكتور وقال لنا فيه إيه؟ طب الدكتور طلب تحليل البراز نعمله الدكتور قال ناخد محلول معالجة الجفاف أو ناخد الأدوية الفلانية للفترة الفلانية لازم نلتزم بقى بالكلام الخطأ اللي بعد كده تقديم الحليب غير المعقم للطفل الحليب اللي هو اللبن الحليب يا جماعة احنا قلنا قبل كده لازم يكون مبسطر مش مغلي ومش سخن خلوا بالكوا قوي من النقطة دي الغلي اللبن كده بس مش كفاية يعني الناس اللي بيجيب اللبن وتغليه ده مش كفاية والناس اللي بتقدم اللبن وهو ساخن اللبن اللي هو اللبن للحليب للأطفال ده غلط وغلط أكتر في حالات الإسهال الخطأ اللي بعد كده هو تناول أو تكرار تناول أغزية الشوارع أغزية الشارع بقى اللي يا المطاعم وأغزية الشارع بشكل عام يعني المطاعم النوادي علشان كده حالات الإسهال بتلاقوها بتزيد جدا في فصل الصيف لأن فصل الصيف هو فصل الأجازات واللي مرتبط بأنه الأطفال والكبار أحيانا بيطلبوا الأكل من برة أو أنهما بينزلوا يأكلوا في حتة برة أو ما إلى ذلك تكرار ده قد يكون سبب من أسباب الإسهال وده من الأخطاء الشائعة جدا في التعامل مع حالات الإسهال يعني يبقى حد عنده إسهال وتم علاجه ومصر برضه أنه يأكل من برة طب ما هو العلاج هيعمل لك إيه هتلاقي أن مسببات المرض هتتكرر لقدر الله مرة تانية الخطأ اللي بعد كده هو الاستهتار بحالات الإسهال عارفين زي إيه زي أن احنا نربطها بشكل خاطئ مثلا مع حالات تانية زي التسنين طبوس لأ الطفل اللي بيسنن أو في مرحلة التسنين يبقى عنده إسهال واضح جدا أن ده ملوش أعلاقة بالإسهال يعني التسنين هنا ملوش أعلاقة بالإسهال واللي هيقول لكم كده الطبيب فهنتلاقي الأم أو الأب أو الجيران أو الأقار بيقول لك لا ما تحطيش في بالك عشان بيسنن في إسهال لا التسنين ما يعملش الإسهال ما يعملش الإسهال ده خالص إحنا بنتكلم على الإسهال في صورته المرضية الوضحة وآخر هذه الأخطاء الشائعة في التعامل مع حالات الإسهال عند الأطفال هو الإفراط في استخدام لبوس الجلسرين أو زيت الزتون طبعا ده في حالات الإمساك دايما لما بيبقى الطفل عنده إمساك ممكن تلاقوا الأمهات أو الأباء ينصحوا نصيحة خاطئة بأنهم يستخدموا لبوس الجلسرين على طول زي ما قلت قبل كده لبوس الجلسرين مستحضر طبي دوائي يستخدم عنده ضرورة فقط وما يستخدمش عمال على بطال لأنه بيدي أوامر للمخ لما الجسم بياخد لبوس الجلسرين ده ياخد المخ أوامر أنك ما تعملش بقى عملية التبرز بشكل طبيعي إلا باستخدام هذا المستحضر الإفراط في استخدام لبوس الجلسرين قد يؤدي إلى رد فعل عكسي في صورة إسهال وكذلك استخدام مستحضرات زيت الزتون بشكل عام سواء في طعام الأطفال يعني أو في حاجة تانية مش هنرجع نقولها تاني لأنها حاجة ضر جدا فزيت الزتون برضو ما نزودوش أو ما نستخدموش خالص في أكل الطفل في حالات الإسهال هنطلع دلوقتي للفاصل التاني ونرجع نستكمل الجزء التالت والأخير من حلقتنا النهاردة يحكى أنه ما زال متواصل أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة في يحكى أنه يحكى أنه أنا بكون موجود مع حضراتكم كل يوم سبت واتكلمنا في الجزء الأول في موضوع ضربة الشمس موضوع مهم جدا جدا واتكلمنا في الجزء الثاني عن الأخطاء الشائعة في التعامل مع حالات الإسهال عند الأطفال الجزء بقى الثالث اللي هو نتكلم فيه دلوقتي هو خاص باستخدام الضرب أو العنف ضد الأطفال يعني أو العقاب بشكل عام بما في ذلك العقاب النفسي المبالغ فيه سواء بالتهديد أو التخويف أو حتى عدم التصريح بالحب عايز أقولك يا جماعة مبدئيا كده أن كل الحاجات اللي أنا قلتها دي العنف والضرب والتخويف وعدم التصريح بالحب اللي هو مش هنحبك بعد كده وبتاع كل هذه الأشياء هي أشياء مرفوضة تماما ولا تحقق أي نتائج إيجابية في تربية الأطفال بل على العكس يمكن اعتبارها ودون أي مبلغة وسيلة من وسائل تعليم الطفل سوء السلوك وليس التربية هل الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي حالا ده كلامي أنا لأ وأنا مؤمن به جدا ودرسته طبعا ولكن الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكو دي ده هي توصية الجمعية الأمريكية لطب الأطفال الجمعية الأمريكية لطب الأطفال هي اللي قالت كل الكلام عايزة أكلم حضراتكم بقى دلوقتي عن النتائج السلبية المباشرة الناتجة عن استخدام العنف مع الأطفال ودول ليهم اتجاهين النتائج السلبية دي ليها اتجاهين حاجات بتحصل على المدى القريب وحاجات بتحصل على المدى البعيد هنبدأ بالحاجات الأثار السلبية التي تحدث نتيجة استخدام العنف مع الأطفال على المدى القريب يعني أول ما نستخدم العنف كده إيه اللي بيحصل على طول؟ يعني على طول دي مقصود بيها إيه؟ مقصود بيها خلال نفس اليوم بعد أيام قليلة بعد أسابيع قليلة دي بنسميها في المدى القريب يلا نقول بقى الأثار السلبية عشان الناس تخاف وتتطاعز وتفهم أنه العنف مع ولادها مش هيؤدي لحاجة مش بيؤدي لتربية تمام؟ أول هذه الأثار السلبية اللي زي ما اتفقنا دي على المدى القريب هو أن يكون أو أن يتبنى هذا الطفل اللي احنا عملنا معاه بعنف يتبنى هو شخصيا التعامل العنيف مع الآخرين سواء كانوا أطفال أو كبر وإحنا قلنا قبل كده يعني كنا تكلمنا قبل كده في نقطة تعليم الأطفال استخدام العنف فنقول الله هو إحنا اللي بنعلم الطفل استخدام العنف قلنا آه لما حد بيرتكب خطأ من وجهة نظر الطفل هشرح حالكه تاني مش إحنا قلنا إحنا لما بنيجي مثلا نضرب الطفل وإحنا بنضربه ليه؟ عشان من وجهة نظرنا هو الطفل بيفكر كده هو أنا اتضربت ليه؟ علشان أنا عملت غلط فالغلط ده بابا أو ماما أو أي حد تاني يعني بتعامل مع الطفل شاف أنه نتيجة فعل هذا الخطأ أنا ضربتك حلو الكلام؟ الطفل بقى بعد كده لما أشعر أن فيه تصرف تم معاه والطفل من وجهة نظره شاف أن التصرف ده غلط يبقى ببساطة هيقول إيه؟ أنا هعمل زي ما بابا وماما عملوا معايا أنا هضرب اللي مثلا واحد جاي مثلا ياخد اللعبة دي من قدامي وأنا كطفل بقى شايف أنه ده غلط هقوم هضربه فهمته قصدي؟ طيب تاني أثر سلبي ممكن يحصل نتيجة استخدام العنف مع الأطفال على المدى القريب هو العناد وتحديدا النوع الرابع من أنواع العناد وهو المعروف باسم عناد سوء السلوك وعناد سوء السلوك ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن أن الطفل يعند يعني أنه نطلب منه شيء أو التوقف عن فعل شيء وما يعملوش أو يعني يعند يعني خلاص هو واعي تماما أنه لا يطيع ما طلبنا منه ده اسمه عناد سوء السلوك وده النوع الرابع اللي عايز يعرف بقية الأنواع يدخل بقى على وسائل التواصل بتاعتنا يكتب كده يحكى أن حلقة العناد خلاص أنواع العناد عند الأطفال فعناد سوء السلوك ده بيكون نتيجة التعامل العنيف مع الطفل بشكل متكرر في فترات سابقة متواصلة تالت أثر سلبي رفض الطعام كتير جدا 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 من الأطفال مش كتير هو معظم الأطفال يعني اللي بيتم التعامل معاها بشكل عنيف تلاقي أكلتهم ضعيفة في أوقات قليلة للغاية للغاية بيحصل العكس أنه ما يكله كتير قوي والأكل الكتير قوي ده بيكون له صفتين الصفة الأولى أنه بيكون أكل غير صحي والصفة الثانية أنه بيكون الأكل الممنوع يعني تلاقي مثلا إحنا منبهين على الطفل أنك متأكلش الحاجات مثلا اللي فيها المقارمشات مثلا اللي هو مثلا لو أنا بتكلم على الطفل الطفل اللي بيقدر يخرج مثلا برا البيت أو بيروح المدرسة الواحدة ويرجع أو ما إلى ذلك يوم الطفل يعند أو يرفض هنا يعني يأكل الأكل الكتير اللي هو مش اللي هو بيتقله عليه لأ دي نسبة قليلة أو أنه يأكل كتير يعني مثلا لو افترضنا أن احنا في البيت وقلنا له متأكلش رز كتير عشان وزنك ما يزيتش أو متأكلش ماكورونا كتير أو متأكلش عايش كتير أو متشربش عصير كتير يوم يتعمد أنه هو يأكل الأكل اللي بيتقله عليه لأ وزي ما قلتلكم دي نسبة قليلة إنما السواد الأعظم أو العدد الأعظم من الأطفال بيجي معاهم النتيجة أنهما بيرفضوا الأكل مش خالص بس أكلتهم بتقل فبندخل بقى احنا في محور جديد وهو محور ضعف الطفل ده نتيجة سوء التغذية أو ضعف التغذية كل ده من أثار العنف عند قطب كل ده العنف دي يعمل كده ما هو تخيلوا كده معايا دايما أقول لكم أنا الحكاية دي تخيلوا معايا الحكاية كده يعني أنت دلوقتي جيت بجد عشان تتخيلوا الموضوع ما هو الطفل ده بني آدم زينا زيه وهو بس الموديل بتاعه لسه صغير شوي تخيل كده حضرتك أو حضرتك جي حد أكبر منك أو أقوى منك رح مزعق لك على حاجة هو لسه مش عارف قوي أنها غلط أو حتى لو غلط ورح مدد إيده عليك باباك مثلا ورح ضربك بالقلب أو زوجك بعد الشر يعني أو والدك أو والدتك خلاص وبعد ساعة يقولك تعالي كولي هتاكله هتبقوا مش عايزين تاكله أصلا مش عايزين تعودوا حتى معايا مش عايزين تشوفوه انتوا فاهمين قصدي فهنا فكرة إن الناس تقولك إيه هو إيه علاقة إنه يرفض الأكل بإن أنا عقبته ما هو ما هي الحكاية كلها دايرة ومش معنى كده إن إحنا ما نقولش للطفل إنك ما بتعمل إنك ما بتعملش حاجة غلط يعني إن إحنا نسيبه كده لنفسه لا بس أنا بتكلم عن استخدام العنف العنف الجسدي أو حينما العنف اللفظي ده أضراره كتيرة جدا ملوش فوايد خالق المؤكد إنه هو أضرار رابع الأثار السلبية هي الإصابة بأحد أشكال التلعثم كتير برضو من الأطفال اللي بيمارس معها العنف سواء بقى عنف منزلي عنف في مدرسة عنف في نادي على فكرة أحيانا أنا اكتشفت الظاهرة دي مؤخرا إن في أطفال كتير من اللي هم بيلعبوا لألعاب رياضية يعني ففي يعني مدربين ليهم كل احترامهم طبعا والتقدير ليهم ولكن هم في حاجات يمكن مش فاهمينها شوي فتبصت لو إن المدرب في سبيل إنه هو يعني إيه إنه يفرد يعني هيبته على الفريق اللي بيدربه أطفال وهو كده فتلاقيه تبنى كده طريقة التعامل العنيف وأحيانا التعامل اللفظي عنيف وأحيانا يعني أنا آسف في الكلمة يعني ممكن يهزق الطفل قدام زملائه على أساس إنه هو إيه ما هو المدرب لازم يبقى كده إيه التأطفال عندهم شخصيه هو فاكر كده ده غلط كبير ده غلط كبير فده قد يؤدي إلى ظهور شكل من أشكال التلعتم لأن الطفل في أوقات كتيرة بيكون عايز يدفع عن نفسه أو عايز يبرر حاجة هو عملها حتى لو دفعه دم واهي أو ضعيف بس هو عايزك لكن خوفه أو العنف اللي هو لقاه في وجهه أو مورس عليه يخليه تلعتم يخليه مش عارف ينطق كويس فمع مرور الوقت أو تكرار هذا الفعل يحدث له أحد أشكال التلعتم خامس الأثار السلبية هو فقدان التحكم الإراضي في التبول والتبرز أيوة الأطفال اللي ما عندهمش أي مشاكل مرضية وأنا بأتكلم هنا عن مشاكل مرضية بيتهيقلي حضراتكو المتابعين يعني الجيدين بقى للحلقات اتكرر كتير قوي في حلقات الأسئلة تبصت له الطفل اللي يقوله إيه ابني عنده خمس سنين ابني عنده سبع سنين وما بيتحكمش في التبول أو ما بيتحكمش وانايا فساعتها بنقول إيه بنسير في المصاري الطبي الأولي المصاري الطبي اللي هو العضوي اللي هو المرضي نعمل تحليل برازي نعمل تحليل بول بنعمل دراسة ديناميكية التبول بنعمل أشعة على الجهاز البولي بنعمل فحص طبي عند تخصص أمراض الكلا أو أمراض المخ والعصاء طب كل ده سليم 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 ساعتها بنقول إيه المصاري الطبي الآخر أو الخطوة التانية وهو إيه الطب النفسي يبقى الطفل بيعمل كده لأنه عنده مشكلة نفسية تسعة وتسعين في المية من المشاكل النفسية المتعلقة بهذا الأمر بيكون له علاقة بالعنف خلوا بالكوا قوي من النقطة دي دي كانت الأثار السلبية اللي بتحدث نتيجة استخدام العنف مع الأطفال على المدى القريب كل ده على المدى القريب آه ده فيه بقى تأثيرات سلبية بتحصل للأطفال على المدى البعيد المدى البعيد بقى اللي احنا بنتكلم من أول السنين بقى يعني إيه يعني الطفل هو احنا بنتعامل معه كده بندرابه بنزعقله بالاتنين خلاص بعد سنة بقى أو سنتين أو ثلاث سنين إيه اللي هيحصل أول حاجة التأثيرات السلبية أكتر بكتير مما يمكن تصورها مش بس إن شخصية الطفل بتتجه ناحية الخوف مثلا إنه يبقى خواف أو التردد لكن الموضوع قد يصل إلى اضطرابات سلوكية أخرى معقدة زي إيه؟ زي انعدام السقة بالنفس الكذب السرقة التصرف بعنف مع الأطفال الأصغر أو الأضعف أو المخلوقات الأضعف يعني تلاقوا الطفل اللي في الحالة دي تلاقيه يتعامل بعنف شديد مع الحيوانات مثلا أو زملائه بس إيه؟ بيختار بقى بيختار اللي ما يعرفش يرد عليه الأضعف أو الأصغر عدم الالتزام المطلق بالمبادئ أو القواعد الصحيحة يعني ما بيلتزام اللي هو بيتقال عليه بقى ليه الأدب عدم الالتزام المطلق بالمبادئ أو القواعد الصحيحة إلا في وجود سلطة أسارية أو مدرسية بتتصرف معها بعنف أو بشدة فهمتوا قصدي؟ فاهمين قصدي؟ فعارفين المشهد اللي يمكن كلنا نستدعيب كده من ذاكرتنا يمكن بنشوفه في أعمال فنية أو ما إلى ذلك اللي هو لما المدرس بيبقى في المدرسة وتلاقيه يخرج أول ما بيخرج وتلاقي العيل ها بتاعه مش عارف إيه ويعودوا ويطلعوا فوق الديسك وبتاعه مش عارف إيه الأطفال دول عندهم مشاكل كتير كل الأطفال دول؟ آه كل الأطفال دول أنا بقول لكم نموذة يعني خلاص؟ اللي هو أو أول لما حد يخرج تلاقي الطفل ده يبقى مؤدب قوي لما الأب أو الأم يكونوا موجودين في البيت يعني من يمارس معه العنف أول ما بيخرج خلاص بيبقى بيتحول بيبقى شخصية تانية علشان كده لا يمكن الاعتماد على العقاب أنه مكون رئيسي أو وسيلة فعالة في عملية التربية العقاب بيحصل عند التأكد من تكرار الطفل لفعل شيء خاطئ بشكل متعمد رغم طلبنا منه عدم فعل هذا الشيء بشكل واضح وأكتر من مرة ما فيش حاجة اسمها إيه؟ ما أنا قلت له من شهر أنه هو يحط الكوباية دي ما يحطهاش على الحرف لا ما فيش حاجة اسمها كده حضرتك وحضرتك تقوله كتير لأن الطفل لازم نكرر عليه النصيحة علشان تستقر في وجدانه ويطبقها ما فيش حاجة لا ما أنا قلت له ما فيش حاجة اسمها كده لأن الأطفال أصلا انشغلتهم أكتر بكتير مننا عكس ما انتم متخيلين هما مشغولين شغلين نفسهم بحاجات تانية خالص مش بس إن إحنا كمان نقول ده التأكد من إن الطفل فهم اللي إحنا بنطلبه يعني ما ينفعش نقول إيه ما تعملش بقى البتاعة دي تاني كده إيه بتاعت إيه يعني وما تعملهاش إيه فأنت بس اللي فاهم حضرتك أو أنت بس اللي فاهم فتلاقي الطفل يبصي لك كده حتى لو فأقول لك ما أنا قلت له قلت له إيه قلت له إنه هو ما يشيلش ما يشيلش مثلا ما يجيش جنب الأل الحد دي هو أنت كده قلت له ما تشيلش أنت بتقول له سيب بقى البتاعة دي في حالها ما تجيش جنبه ولا شاور تحت هو أنت وقف بعيد كده وبتلقي بالتعليمات نيجي بقى أخيرا في آخر دقيقة كده أو دقيقتين من الحلق عايزين نتكلم عن العقاب العقاب المعنوي هو عبارة عن إن إحنا نستغل حالة تعلق الطفل بأشخاص محددة إن الطفل بيحبوهم وإن الأشخاص دول يظهروا الشعور بالضيق من تصرف الطفل الخاطئ يبقى في الحالة دي الطفل بيعمل اعتبار يعني والأشخاص طبعا دول لازم يكونوا الأم والأب والإخوات الجدود الأشخاص اللي الطفل بيحبوهم فلما يباني إن إحنا زعلانين من التصرف ده ده بيبقى حاجة فعالة قوي ده اسمه العقاب المعنوي العقاب المادي مش المادي الفلوس هو في النوع ده بيتم استخدام إن فيه أشياء محببة عند الطفل نبعدها عنه لفترات محددة أنا بتكلم على الألعاب ما جبتش سيرة الموبايل وما جبتش سيرة التابلت لأن التابلت والموبايل مش ألعاب فلما الطفل يعمل أخطاء محددة وهو مثلا بيحب يلعب باللعبة دي نقول له لأ إنت بسبب الخطأ ده إحنا هنشيل اللعبة دي لمدة ساعة فالطفل هنا بيربط أن هذا العقاب أو هذا الحرمان تم بسبب ارتكاب هذا الخطأ العقاب الموضوعي المقصود به هو ربط حرمان الطفل من شيء محدد زي الخروج مثلا نتيجة خطأ كبير يستوجب العقاب ده وأخيرا العقاب النفسي هو إشعار الطفل بالزنب تجاه أثار سلبية على الآخرين نتيجة تصرف الطفل الخاطئ والحقيقة أن النوع ده بالذات لا يجب التمادي فيه ويفضل استخدامه فقط في العملية التعليمية يعني ده نوع العقاب المعتمد في المدارس أنه شفت أنت بسببك حصل أنه بقية الناس ما استفدتش أو ما سمعتش أو ما اتأخرنا عن الحاجة الفلانية ولا يجب زي ما بقول التمادي في ده كل الأنواع السابقة دي لا يمكن تطبيقها إلا بعد عمر ثلاث سنوات يعني يكون الطفل أفل الثلاث سنين ولا يجب الإفراط في استخدامها بل جعلها عند الضرورة فقط المعتقدات بقى الخاطئة بتاعت كلنا اتضربنا وإحنا صغيرين واتلعنا كويسين ما فيش أي دليل يقول أن حضراتكو كويسين على فكرة يعني عندكم مشاكل بس أنتوا يا إما مش منتبهين لها يا إما عارفينها بس بتدروها يعني ما فيش حاجة اسمها كده ما فيش حاجة اسمها ضرب غير مؤذي لأن كل الضرب مؤذي زي ما عرفنا وما فيش حاجة أنا عارف أو عارف أن الضرب غلط بس ما بقدرش أتحكم في أعصابي لأ لازم تتحكم في أعصابك ولازم تتحكمي في أعصابك وصلنا لختام حلقتنا النهاردة إن شاء الله الحلقة الجاية والأسبوع الجاية حلقة جديدة مع حضراتكم من يحكى أنا سلام عليكم